السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضبط عسر مياه في غسالة الاطباق بيكم. اللي هي اخيرة اكس كيو. طبعا معانا الشريط ده. الشريط ده انا حطيته في كوبات المياه وتلاقي معايا شرطتين زي كده. فهبدأ ازبط الغسالة على اتنين. بضغط على زرار الباور مع الانتنسيف. ضغطة مطولة. لحد الشاشة بتتغير معايا كده. بعد كده بشي ال ايدي. ال ال دي اللي هي اللي هي اللايت. لو الغسالة فا اضاءة من جوه. بتبدأ تنور معايا على رقم واحد. لو عايزة لغيها بضغط على زرار الايكو. ده اللي بي بيغير الاركام. كده انا جبتها صفر. فلانا عندي الموديل التاني في اضاءة داخلية. اللي هو بيبقى اخره اكس سي. لكن الموديل ده الاكس سي جيوب مفهوش اضاءة داخلية. فانا عشان اغير. بادوس على الانتنسيف. هيجيب لي هنا الزيت. ده على اتنين. احنا عوز بطبعا على اتنين. عشان اغير الاركام. بغيرها من البينامج الايكو. ده اصدق البي دي الملح. فانا هجيبها على اتنين. الار دي او علامة اردي دي الزيت. انا طبعا كنت اضغبت على اتنين. عشان اغير بادوس على الايكو. بيغير لي. لو انا بختار. لو نتيجة طالع عندي اتنين. فانا اختار ملح وزيت. على اتنين. فانا النتيجة طالت عندي اتنين. هاختار على اتنين. اول مباشر ايدي خلاص. الرقم اللي انا اختارته بيزبط. فانا نغير كده تاني من انتنسف. قلنا دي الاضاءة. لو جبتها واحة كده. لو في اضاءة لخلية هتبدأ تنور معايا من جوة اشتغل. بس هي مش فيها. فانا اخليها مسلا على صفر. عايز اجيب الزيت. عايز اجيب اصدق الملح. كده انا ازابطه على اتنين. والزيت زابطه على اتنين. طيب انا عايز اطلع بقى من التستمود ده. بروح دايس على زرار البور دغطة مطولة. جماعة الشريط بنسيبه في المية لمدة عشر ثواني. محندش يجيب الشريط ويسيبه في المية ويجيب بعد نسي ساعة يبص على الشريط. هيلقى للشريط كل حمر. تمام? عصر المية دي المهمة جدا عشان الغسالة تستغل كمية الملح وكمية الزيت المناسبة لنوعية المية او ملوحة المية الموجودة عندي. دي حاجة مهمة جدا ونازم اي حد يعملها والطريقة سهلة جدا بطعت على البور مع الانتنسيب دغطة مطولة. لحد ما بلاقي الشاشة انا بتعد تلاتة اتنين واحد. بعد كده بشير ايدي وبقدر اختار من هنا بغير من الملح والزيت من هنا. لو انا نتيجة طالع معي اتنين فانا اختار البي اتنين والار اتنين. فبغير من هنا ودي هنا بغير منه الاركام اللي طلع عليه. يعني انا لو دستي تاني كده اول ما بيدخل على الضغط كده بروح شايل ايدي. تمام? انا عايز اغير بين الملح والزيت بضغط على الانتنسيب. بيغير لبين الملح والزيت. احنا طبعا قلنا الايه اللي اضاءة? عايز اغير بقى الرقم بادوس على الزرار اللي هو الايكو. اه. كده جابي تلاتة او اربعة او صفر. لو المية عندي كويسة ممكن اختار صفر عادي. او ممكن اختار واحد. فانا جينا نختار اتنين. وهنا الزيت مختاره برضى على اتنين. عايز اطلع منها بروح دايسة انا ضغطة مطاولة كده. تعطي عد تلاتة اتنين واحد. ترجع تاني على البرامج. لو انا عايز بقى ابدأ استخدم الغسالة. طبعا في نهاية الفيديو. اتمنى انكم تقدروا الموجود ان انا بعملوا معكم. وياريت تعملوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.